سلام إن شاء الله كامل تكونوا بخير وصحاتيكم تكونوا بس اليوم رح نبرتاجي معاكم هذه البقلاوة باللمسة انتاعي لمسة عصرية درتها في الفتحة انتاعي تصلح للأعياد للمهيبة للخطوبة لكل الأفرح والمناسبات رح تجيب بريستيج للأمانة عندي ربع شهر من اللي درتها إلى أنه لحد الآن مازال متدولتش يعني أنا درتها في ديسمبر وهذا وين ريكي بيريت اللي فيديو انتاعي بها نجمت نبرتاجي معاكم كان كل شراح لي وفي الأيام القادمة بإذن الله رح نزيد مبرتاجي معاكم اليوم الفاتحة نتاعي يعني يوم الفرح وجدرت كامل بالتفصيل اللي ما هو شمدير أبوني دير أبوني في جام بهي الحقيقة الجديدة انتاع قناتي نبدو في الوصفة على بركة الله الأهم في الوصفة هذي انها حتكون ناجحة وسهلة على البقلاوة التقليدية ويعني أي واحد ينجمي ديرها رح نحتاجوا كوكا وبعد ما فورتو ديما يعني راني شاركت معاكم طريقة مقبل بعد يعني ما نغليها بالقارس ونفورهم بعد نقليه ونرحيه رح ندير ربع كيلات من الكوكاو تقابلهم كيلة واحدة من السكر يعني الكيلة يعني اللي قيس بها الكوكاو هي نفسها اللي قيس بها السكر ربع كوكاو تقابلهم واحدة سكر نخلط الكوكاو مع السكر مليح ومن بعد رح نزيد عليهم كاسة 240 ميليليتر ما هوش معمر من مازهر ونبقى اللح مليح تنتحصل على عجينة ماهيش عجينة يعني الكوكاو التاعي كما هك كي نحكمو بيدي يتشكل وكي ندلو هكا يتفرزع اللحنا رح نجيب ونديرو العجينة انتعنا العجينة اللحنا رح نحتاجها ربع كيلات من الفارينة اللحنا ربع كيلات من الفارينة يكونوا ممسوحين ديما كي السكر كي الكوكاو ديما لازم يكون الكيلة التاعنا ممسوحة ربع كيلات من الفارينة تقابلهم كيلة من الزبدة يعني اللي قيسنا بها الفارينة علاج الأزلّ مع المائ يولي بها المائل فارينا مع الزبدة و نضيفها ملح مبني دينا حتى نتحصلوا على حبيبات هذوك الفارينا مع الزبدة كامل يعني تجي كامل فرد لونك بالطريقة هذي ومن جهة الخلاف كما شدتوه الزيت كاس تعمى ظهر لحت فيه شوية من الملح و خليته على أجنب على اللوح الملح في الماء في الماء ظهر بحك ما نلوحوش الملح في الفارينا كون اللوح الملح في الفارينا على ضربة بعد رح يبقى لنا حبيبات الماء و رح يتقطع لنا الدقيق تاع الفارينا اما بالنسبة للكوكاو والخاليط تاع الكوكاو اللي حبي ضيف فيه لاروم تاع الجوز ولا اللوز كما تحبوه تقدروا تضيفوه شوية مع مزهر وتبثوا به الكوكاو انتعكم ولا تقدروا تديرو ثاني الجوز ولا اللوز انا درتها غير بالكوكاو ياخياتي اللي هنا بعدها العجينة نتاعي بعدما دخلت مليح في بعضها و عجنتها بالمزهر هذك نحيتها اذا لقيتوها شوي يابسة زيدو لها شوي مزهر و بقى واعجنوها حتى ان تطرى لكم يعني لازم العجينة اللي هنا تتاعنا تجي طرية بالطريقة هذي ثور كنا تلكم كورية يعني لازم تجي طرية اخلاص اللي هنا رح نقسمها الساعة اولا على ثلاثة ضرقوا تعرفو السبت على تقسيم هذا نقسمها على ثلاثة و من بعد كل قطعة رح نقسمها على ثلاثة يعني لازم تحصلوا على تسع قطع اما مقدار الكمية يعني تعلفها اللي درتها رحي قل من كيلو قل من كيلو رح تدير لك بالتقريب خمسين ولا فايت ستين حبة بعدها الهنا رح نهز العجينة التاعي و نعجلهم كامل يعني كل واحدة نعجلها وحدها و نحطوا بابي أليمونتال و بابي فيلم و ساشي اللي تحطوهم تغطيوهم على لهوة به يرتاحوا بالطريقة هذي حتى نكملهم كامل اللي هنا بعد ما ارتاحوا لي رح نعاود نعجنهم يعني كامل لازم نعاود نعجنهم اللي هنا رحون عفون هذا وين ارتاحوا لي هذيك المرة اللولة اللي هنا بعد ما ارتاحوا لي رح نعاود نعجنهم و رح نأتلكم الفرق ما بين يعني العجنة اللولة و العجنة الثانية على حسب الفارينة نتاعكم والعجينة نتاعكم يديروهم 3 مرات يتعجنوهم 4 مرات هذه راهي الثانية هنا كما راكم تشوفوا يعني الفرق واضح وكل من زدو خليوهم يرتاحوا ونعودو نعجنوهم راح تلقاوا الفرق واضح الهنا مما حبيبتي راح يجال تعاون فييا لأنه كان عندي وقت ضيق خلاص الفتحة نتاعي والليلة هذي يعني كنت ندير في البقلوة راني في الليل خلاص ولمي تحوي يجيب هنرجع نقرأ يعني اللي رام تابعين قناتي على بل هم باللي راني نقرأ بعيد ويعني نقرأ بعيد على المكان اللي نسكن فيه على هذك تحتمت عليها أني ندير كل شيء بزربة وكان يعني وقت ضيق خلاص اللي هنا بعد ما تعجنوها 3 ولا 4 مرات راح نجيبوه انشا يعني نجيبو انشا ونحطوه على بلوندو تراباي نجيبو هذيك الكويرا نتاع الفارينة نتاعنا تلعجينة ونحلوها بالحلال مليحي يعني نحلوها شوية ونخليوها على جنب نزيدو نجيبوه وحدة اخرى ونحلوها حتى نحلوه 3 قطاع من الفارينة وعفوا من العجينة والهنا في كل مرة راح نجيبوه انشا ونذروا يعني كل ما نحلوه وحدة وتهزا ذك انشا من الاسفل لازم نذروا انشا انشا راح يخليها ما تلصقش على بعضها وهكذا حتى نكملهم في 3 على هذك راني قسمتها على يعني 3 ومبعد كل قطاع على 3 تحصلنا على 9 قطاع بحندير يعني كل 3 فوق بعضها انظروا انشا فوقهم كامل اللي هنا راح ندير انشا فوقهم كامل يعني ما بين كل طبقة وطبقة العجينة لازم ندير انشا انبعد راح نجيب الحلال ونحل يعني هيكا ملحة ان يدخلوا لي العجينة الثلاثة مع بعضهم ونتحصلوا على العجينة وحدة كبيرة اللي هنا حاولوا ترقوهم على قد ما تنجموا وما تخافوا ما والوا من بعد راح تجيكم هشيشة وراح تجيكم كل طبقة وعلى بعيدة على اختها يعني راح تتحللكم كيما شدتوا في الصور اللي هنا ماما حبيبتي انا يا راني يعني انا بياها لانه كان راح الحال كيما قلت لكم وكنت الميت حويجي بحنا رجع نقرأ يعني كان عندي الوقت ضيق اللي هنا بعد ما احلتها يعني كامل لازم تتحل تكون رقيقة كيما لكم توفو راهي يعني بلوندو ترافيتاي بالتقريب راهو بديبان اللي هنا حنقصها بالطريقة هذي يعني اللي هنا يجبتها سرويات ودرتها على شكل مربع اذا عندكم طابع لسانسيال حاجة مربع تقيسوا عليها وديروا الكيل وبعد اللي هنا درت يعني عيني ميزاني اللي حبي دير بالميسترابهيجيه كلش بالتدقيق ايدير ونقصها على شكل مربعات نحي الزوائد هذو كامل لاني نحتاجها على شكل مربعات بالطريقة هذي على هذا قلت لكم يعني جربوها ما كمش راح تندمو واللي عمرها ما صلحت لها راح تصلح لك بإذن الله من اول مرة اللي هنا شوفوا يعني العجينة راهي تتحل من بعضها ما تقولوش يعني راهي راح تلسق ولا تجي معجنة وخاصة كي الطيب يعني مع الزبدة كل ورقة تجي وحدها يعني انشاء الهنا الخاصيات تاعو ما يخليش انهم يلسقوا مع بعضها واللي هنا نقصوهم كامل مربعات على مرة وحدة ونغطيوهم بهم ما يبسونناش ونبعد نبداول الخدمات اللي هنا جبت سنيوة يعني الكيل تع سنيوة ما يهمش يعني المقياس تع سنيوة ما يهمش لانها راح نحطوهم بحث بعضها مبرك درت لها الزبدة مليح ونبعد نحتاج الهنا بيضة يعني بياض البيض ونحتاج الهنا تزيين بالجوز والخاليط انتاعي تاع الكوكا واللي تقدروا تبدله انتو ما بالجوز باللوز يعني كيما تحبو واللي تضيفونه لارم في المزهر باش تعطيكم غو خلاف راح نجيبو اللي عجينة تانا اللي قصيناها على شكل مربع وراح الهنا راني قاعدة نخير في الجوز انتاعي يعني نحب ندير زوز حباتي تشابهو هذي الطريقة اللي ولا تحطو الكوكا وكيما هيكا ونبعد تحطو الجوزات على جنب اللي هنا كيجيو تسكروا في كل طريقة حفوان في كل مرة حاولوا انكم هذي اللي هنا اللي كوا هذو التحاشوكا هذي تديروها شوي بيدكم تمشيوها بح تلحق الهيت ونعاودوا نردوا بالجهة الأخرى نديروا شوية من بايض البيض بح تلسقنا لاجينة مع بعضها ونعدلوها ونزيدنا تلكم طريقة خلاف يعني اللي تحطو بها الجوز من غير هذي تحكموا تحطو الكوكا وانتعكم وانبعد يعني بنفس الطريقة تحكموا للجوانب هذو اللي كوطي هذو تمشيوهم شوي بيدكم يعني يرجعو لكم من الفوق اما الجوز يعني بعد ما تكملوا وديروا بايض البيض وتربطوها تديروا الجوز على الجوانب وترسوهم له يعني الطرق في زوز ملاح ونجحين في زوز وذركة يعني نحطو لها الجوز هذو على اجنب كل الش رح موضح في الفيديو ونعتذر يعني على صوتي ولا على الهضرة التاعي اذا كانت ما هيش واضحة نتمنى انه الصورة والفيديو توضح اكثر من الهضرة التاعي يعني تعاوني مع الهضرة اللي هنا بالطريقة هذي اللي هنا هذي هي البقلاوة التاعي بلمسة جديدة يعني على بالي بالي البقلاوة التقليدية مليحة الى انه ما ممكن نزيدوا لها لمسة جديدة رح تزيد لنا ديكور باهي بريستيج لازم نديرو تغيير اللي هنا رح نجيو نحكموها بالطريقة هذي لانه كون ما نحكموهاش كي طيب لنا رح تتحلي البنات لازم تربطوها ومبعد نعطيكم طريقة تديكوري بها بما تبانيش هذيك الفتحة من تالكوردون اللي درناه الهنا كي ماراكم تشوفوا راني غطيت الكاريات انتاعي كامل وهذي سنيوة خلاف الهنا بعد ما صفيتهم كامل قلت لهم جايين كيلي بيبي المقمطين بانوا لكي شغل بيبي مقمطين الشكل نخليها لكم في التعليق المثبت ضربوا عليها طلا نتمنى احت هذي تنال يعجبكم والهنا بالنسبة لعسل كيلو سكر تلوحوا عليه شرائح من القارس وتلوحوا عليه زوس كيسان من الماء شوية من عواد القرفة يعني شوية طيب وتسكروا على الكوكوت خمس دقائق الكوكوت هذيك خمس دقائق سيجيكم مع سلك البر واللي يحب يدير المرجان يدير على روحه واللي يدير الدب يعني كما تحب والهنا البقلوة طيبناها في الدار الهنا بعد ما طابت لي ونحيت له هذو كثركة رح نجي نحطها في الكيسات انا يعني التام تعي في الحفلة في الفتحة نتاعي نخليكم في الفيديوهات القادمة وتكتشفوا يعني ما نقولكم شو جدرت ما ندرت نقولكم غير في البقلوة اللي هنا جبت لي كيسات انتاعي في الفجة يعني في الدار ومام هذا اللي اضطيت فيه البلاستيك بهم يخرج العسل في الدار الهنا كما راكم تشوف والله هل راني مارك باذ فيرات يعني كي طابة البقلوة وكل بعد بعد مدة بهجيت وحطيت هك معاكم يعني كي معل البقلوة بعد مطيبلكم تخليوها في العسل المدة معينة بعد نحيوها منه يعني لازم تشعر بالكم مليح في العسل هذك ونحطوها بالطريقة هذي الهنا اختيار يتعاوني يعني ما بقش للفتحة للفرح متاعنا ربي يفرحكم كامل ان شاء الله واللي هناراني قاعدة نتعاون انا بيها لانه ما بقش الوقت اخلاص ونكمل بالطريقة هذي حتى نكملتهم كامل ونظركها رح ندير لكم التزيين في بلاسة منين نحناء الكوردو هذك رح نجيب الورق اللماع الذهبي هذك باللون البراق الاسفر يعني رح تجيب هي المنظر تحها رائع والبنة تحت شهي بالزف يا البنت وكما رح تجيب كل ورقة يعني بعيدة على بعضها ورح تجيب هذي اللون الذهبي يعني رضار باللحمر يعني طابت الله الله ومامل جز داعي يعني كما رح تحرق لي موالو تحاولوا انكم تمسحوا عليه شوية بالزبدة من الفوق قبل لطيبوه ماهوش بزاف لانه كنت كثير للزبدة رح يتحرق لكم وهذه البقلة وانتعين تمنتنا لإعجابكم اللي ماهوش مشترك في القناة يدير ابوني ويفعل جرس ويدير جام باي لحكي جديد القناة وانتو مثلا حبوباتي ما تنسونيش بالدعاء داعكم ولي كومنتار داعكم الزينين وجام للفيديو نتلقوا في فيديو قدم بإذله إلى اللقاء